السلام عليكم اتمنىكم بخير وعلى خير وصفة اليوم نظن انها عمرة ملقة تخطاكم هي ديال اجنحات الدجاج في الفرن بوحد صلصة عجيبة جدا نشوفوا الياكيكي يجيوا مهسلين واعرين البلد فتابعوا معي المقادر وطريقة التحضير ومن نساش نقول لكم شكرا على أكلامكم طيب وعلى تشجيعاتكم المتواصلة لدوز المقادر فبالنسبة للمقادر ديال هاد الاجنحة ديال الدجاج في الفرران بطريقة اسيوية او الهندية فقد نحتاجوا في العطرية سكين جبير مطحون البزار هنا الفلفل احمر التحميرة حارة وهنا توابل او العطرية البغبيكيو هاكت باعواجده الملحة هادي يحتاجوا البصل موجفف والتوم موجفف والقصبرية هنا اجنح الدجاج طبعاً اللي مغسوله مزيان والماء والملحة والحامض وسكين جبير نغسلهم مزيان مزيان او كنخليهم كيتسقطرو كيف كيتشوفو غادي نديرهم في واحد في هدا كلوبول ما باقي المكونات قلت لكم غادي خصنا القصبرية بس مطحون غادي نحتاجوا ايضاً صلصة البغبيكيو او لا صلصة الشواء كتبع في جميع انواع في المحلات تجارية ولا غير في الهريات البنات هتقول اعطني صلصة البغبيكيو كذلك هنا غادي ندير هدو كل الاجنحة في واحد الاناء وغادي نضيف ليهم التوابل ديالنا كاملة هنا غادي ندير سكينج بيرتري هنا غادي ندير سكينج بيرتري من بعد غادي ندير التوابل ديال الشواء ولا عطرية البغبيكيو تقريباً واحد المعلقة كبيرة لبنات هنا غادي ندير شوية ديال الفلفل الحارة مطحونة وغادي ندير شوية ديال الفلفل السود نضيف السلسة باقبيكيو أقرب 1-3 معلقات كبار راتورة يأتي بها خطيرة البنات لا يوجد شيء في العطرية الشواء نضيف الملح نضيف القصب رياب السمطحون نضيف البصل مجفف والتوم مجفف نضيف تقريبا 1-4 كاس الزيت نضيف الخل الحامض البنات يهش لنا الدجاج كامل سواء في الفران او اللي غنشويه في الفخر دائما نضيفه شوية دي الخل سواء حامض او العادي او العصير الحامض فهو كيف يفتلينا الدجاج هناك نخلط هذه العطرية مع هذه الجنوحات كاملين مزيان حتى ادخل فيهم العطرية من بعد غادي نغطيهم بواحد سلوفان وممكن انتم تخليهم على الاقل ساعتين انا غادي نبيتهم نخليهم ليلة كاملة دا برا درتهم لشية وغادي نديرهم في التلاجة وغادي نخليهم باتوا الليلة كاملة تتشربوا لي العطرية مزيان 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 هنا كيف قلت لكم غادي نغطيهم انا غادي نخليهم ليلة كاملة ثم ممكن تخليهم على الاقل جو سويح هنا في الغد لي هالبنات من بعد ما خليتهم ليلة كاملة هنا شوفو را كاي يصبحوا ومشرملين على حقهم وطريقهم فغادي نستفهم غادي ناخدهم وغادي نستفهم في الشبكة كتكون اللاطة ديال الفران وشبيكة ديال الفران بحلقة غادي نستفهم كاملين ونستفهم جهزة غادي نستفهم تقصف جهزة ونستعمل ثم غادي نستفهم فهنا ما بعد ما كملتم نستفهم غادي ندخلهم لفران غادي نظيرهم كي سخن فغادي نشعر عليهم العافية من الفوق ومن تحت وعلى درجة حرارة 180 ونجعلهم يطيبون مزيان مزيان من بعد ما قربوا يطيبون لياه هذا بغدين ندير السلسة اللي غدين نوجد اللي غدين نماغيني فيها لاجني حجج من يدخل من الفران غدين نحتاج السلسة الباربيكيو تقريبا واحد الكاس ديل السلسة الباربيكيو قربوا خطيرين حمقوا عليهم مولا ديالبنات ونحن ندير السلسة الحارة على حسب الضوء هما ضروري يجيو شوية فيهم ديالبيكون ديال الحار ما تكتروش لديهم الوليدات الصغر ما تكتروش را غادي يعجبوهم الزف ما تكتروش اليوم الحار من ماء الحار مع الحلاوة ديالباربيكيو والكيتشوب جات وغزالة بزاف فهنا غدي نضيف السلسة الكيتشوب تقريبا واحد ثلاثة المعلقات كبار سافي وغدي نخلط هاد السلسة هادي ثم نخلط هاد السلسة المكونات مع بعض نحن نمشي قار لنحره وغدين حاول لبسهم بهذيك لاصوس اللي وجدنا فهذه المرحلة مني تخلطوهم مزيان بغيتوا تعودوا ترجعوهم الفران يدقرية وعودوا رجعوهم بغيتوا غير تسافي تخلطوهم بحلقة ومباشرة قدموهم كيف مدرد تحت آنية إلا بغيتوا ترجعوهم مرجعوهم الفران وهذا هو الشكل النهائي ديان لما البنات فكيجيوا رائعين بزاف بزاف كيجيوا معلقين ومقرمشين واحد المدق لا يعلى عليه جربوهم وردوا لي الخبار فممكن هالطريقة ما تدرواش يغير في الأجنحة ديالدجاج دروها في الدجاج أي جهة بغيتوا أو لدجاجة كاملة أتمنى فيديو اليوم يرقكم وإنال الرضا ديالكم ونطلقوا في فيديو جديد بحول الله